يستحيل حصر العناصر التي تجعل القطعة الفنية قيمة هل هي المهارة الخارقة لرسامها؟ أم الحدث التاريخي الذي تخلده؟ هل هي ندرتها وشهرة هذه شهوة اقتنائها؟ أم حجم الإبداع الذي سكب على سطحها؟ ولربما إشادة النقاد فقط؟ أسئلة مقدمة هذه العاطفية قديمة جداً وبالية تنتمي إلى متحف العهد القديم العصر عصر ديجيتال هذا هو مايك وينكلمن واسم شهرته بي بيل مصمم غرافيكس أمريكي كان يصمم مواقع وويب سايت للشركات مل من المواقع وبدأ بتصميم رسومات غرافيكس 3D ينشر كل يوم رسمة رسوماته ليست استثنائية يمكن أن تصادفها في كل مكان خلفيات للكمبيوتر ألعاب إلكترونية هذه بعض العينات إيموجي عملاق من الخشب يمد لسانه وهناك أيضاً بإمكانك أن ترى رجل فضاء تخرج أشعة من جسده شعاع الفضاء الرز المزدوجة الصحن الدوار شعاع الطائر الرجل الرياضي من غير جلد خلفيات ويندوز عادية مباني 3D المهم أنه ينشر رسمة كل يوم واستمر بذلك لأكثر من 13 عاماً فأصبح لديه خمسة آلاف صورة جمعها بلوحة سماها كل يوم أول خمسة آلاف يوم لوحة مربعة من مربعات عمل ببيل عليها ويريد أن يبيعها وآين في دار مزادات كريستي دار شهير على كل حال قابلت الدار تنظيم الموضوع ووضعت سعراً مبدئياً لهذه اللوحة بمئة دولار المزاد استمر لأسبوعين وبث على الإنترنت على الهواء مباشرة وصل عدد متابعي إلى 22 مليون متابع ببيل وأسرته يتابعون بقلق يتابعون الأرقام التي ستدخل في جيبهم 25 مليون دولار أكيد انتهت هنا لا لا لم تنتهي 50 مليون دولار راقبوا الأرقام ما هذا 69 بدأ بالبكاء إنه يبكي إنه يبكي إذا كنتم محله ألا تبكون إذا رأيتم هذا الرقم سيدخل في جيوبكم أليس من الشيء المبكي دموع فرح طبعا تصدقون 70 مليون دولار طيب بعد أن انتهى من البكاء وعاد العقل إليه كيف يشعر ببيل هل أشعر أنني مثل ليونادو دافينشي؟ لا لا هل أشعر أنني مثل ليونادو دافينشي؟ لا بالطبع لا ذكر فنانين مثله أثناء الحديث عني أمر لا يصدق الأموال رائعة وأعتقد أنها ستفيد كثيرا أركز بشدة على عملي لذلك سوف أفكر في كيفية استخدام هذه الأموال لإنشاء مشاريع أكبر وأكثر روعدا وإعادة الاستثمار في العمل الفني بعد أن باع اللوحة ببيل صار ضمن الفنانين الثلاثة أصحاب الأعمال الأغلى ثمناً خلال حياتهم من هو المشتري؟ طبعاً لا نعرفه من هو الذي سيحمل اللوحة ويضعها في صالة قصره؟ سيضعها يصمدها في صدر يخته؟ المشكلة أنه لا يوجد لوحة اللوحة خيالية ما سيحصل عليه المشتري هو فقط رمز غير قابل للاستبدال واسمه NFT يسمح لك بالتحقق من أصالة العمل الفني الرقمي وملكية المشتري له أنت لديك رقم مثل رقم الفاكس ثمنه سبعون مليون دولار شكراً لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها